تحقق المدونات والمحادثات الصوتية المباشرة نموا كبيرا وانتشارا واسعا وتكثر التطبيقات المتعلقة بها كما ترتفع نسبة تحميلها وفيما تبرز إيجابيتها تظهر أيضا سلبياتها ومخاطرها كل ما يتعلق بهذه المحتويات الصوتية المباشرة نطلع عليه مع زميلة مروج إبراهيم تنضم إلينا مروج مجددا في غرفة الأخبار مروج من اللافت جدا ما حققته البودكاست وكل التطبيقات المشابهة خلال أيضا الفترة الماضية صحيح بالفعل شنطان المحتويات الصوتية المباشرة تلقى رواجا كبيرا منذ ما يقارب من العام في أعقاب الطفرة التي أحدثها البودكاست في عالم البرامج والمحادثات بين المستخدمين طبعا تمثل أو تمثل هذا في نجاح تطبيق أكلاب هاوس وهو يجمع بين المحادثات الحية والمقابلات الجماعية سجل منذ ديسمبر الماضي أكثر من 18 مليون تحميل على الأجهزة الذكية ذلك وفق موقع أب ماجيك المختص في التقنيات الرقمية دخلت شركة سبوتيفاي مدمار المنافسة أطلقت منصة للمحادثات الصوتية الإلكترونية باسم جرين روم طبعا يمكن التطبيق الجديد أو يمكن أي شخص من إنشاء غرفة صوتية سيكون قادر على استضافة المحادثات أو المشاركة فيها كضيف أو كمتفرج كانت شركة تويرر أطلقت خاصية سبيسز طبعا هذه الخاصية تسمح للمستخدمين بالتواصل مع شخص أو مع مجموعة من الأشخاص عبر إجراء طبعا محادثات مباشرة تصار مخاوف أمنية في الآونة الأخيرة إزاء تلك التطبيقات بسبب احتمالية الاختراق ونقل الصوت والبيانات الوصفية للمشتركين تتنوع المخاطر التي تحيب منصات الدردشة مثل تزايد استغلال جماعات التطرف الديني ونشر معلومات خاصة وتصيد الاحتيالي لا يمكن معرفة قوة تشفير الدردشات كما يمثل الأمن السيبراني أولوية قصوة في ظل الاستغلال السيء لهذه المنابر الافتراضية بتأكيد تجعل غرف المحادثات الحياة أسهل لكن لم يثبت بعد أنها آمنة كليا الأمر يعود لتقدير المستخدمين في جدوى اختيارهم لأي تطبيق للدردشة